وتسعى إلى تشويه القضاء المصري يمكن أثناء ما كان بيدلي بالبيان بتاعه قدام اللجنة اللي شكلها مجلس النواب يرد على بيان الحكومة اتكلم المستشار عدنان فنجري وزير العدل اتكلم الحقيقة على صورة القاضي القاضي المصري قال ايه قال في قاعدة عامة بتقول القاضي المصري ده ثروة ثروة قومية ولم أجد أكفأ وأنزه من القاضي المصري سلوكا وعملا الكلام ده اللي اتحدث به المستشار وزير العدل بيعكس الصورة الحقيقية للقاضي المصري لكن اللي احنا شايفينه هذه الايام محاولة ممنهجة من الكتاب الالكترونية لجماعة الاخوان عشان يشوهوا صورة قضاة مصري الكلام ده معروف اهدافه لا تخفى على احد بالقطع كلما وقع حادث اشتغلت الليجان دي على القضاء وتعمل حملة واسعة الهدف هو تشويه قضاء مصر والاهدف معروفة اخر الحملات دي استغلال عملية القبض على القاضي احمد محمود صديق المنشاوي اللي تم توقيفه في مطار القاهرة بعد اكتشافه تهريب مبلغ مليون ومتين الف جنيه اثناء سفره من مطار القاهرة الى مقر عمل المؤقت في الكويت ودي حاجة غريبة حقيقة يعني بتاع تلاتين الف دولار واخده ومماشي بيوم وده حدث مدان طب لكن ايه اللي حصل ما هو ده قاضي منحرف زيه زي صعفي منحرف زي اعلامي منحرف زي احد منحرف لكن ايه اللي حصل هل الدولة سكت لا الجهات الرقبية والشرطة المصرية هي اللي كشفت الواقع اثناء سفره من مطار القاهرة رغم انه عرفهم بشخصيته وكان قبل كده عضوا في مجلس ادارة نادي القضاء لكن الجهات المعنية لم تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية وده يحسب للدولة المصرية وليس ضدها ده بعد كده جابوا القاضي ده واكبروه على تقديم استقالته وقبل مضي 24 ساعة كانت النيابة العامة قد حققت معه واصدرت قرار بمنعه من السفر وقام بالتنازل عن المبلغ المضبوط وصدر قرار وزاري بانهاء خدمته وما زالت التحقيقات مستمرة مين المسؤول هنا الفرد ولا الدولة الفرد الفرد مهما على شأنه هو ليس محصن الانحراف وارد امر لا ينكره احد ولكنها ظواهر فردية او حوادث فردية موجودة في كل المجالات لكن المهم هو موقف الدولة موقف الدولة من هذه الاحداث ترجمة نانسي قنقر